اشتركوا في القناة في وجهات النظر واجراء مشاورات معمقة حول عديد المسائل المطروحة على جدول اعمال مجلس الامن خلال هذا الشهر لسيما تلك المتعلقة بامن وسلامة الملاحة في البحر الاحمر وكذا بالاوضاع في قطاع غزة المحاصر على ضوء حتمية الاسراع في توفير الظروف الضرورية لتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على اساس سيغة الدولتين الى جانب قضية الصحراء الغربية وتعزيز انخراط الولايات الامريكية في دعم المسار السياسي الذي تقوده الامم المتحدة هذا واعرب وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج احمد عطاف عن اسفه حول ما ورد في البيان الاخير لكتابة الدولة الامريكية الامريكية المتعلق بالحرية الدينية من معلومات مغلوطة وغير دقيقة بخصوص الجزائر واكد الوزير احمد عطاف خلال المكالمة الهاتفية التي جمعته بنظيره الامريكي انتوني بلينكين ان البيان ذاته قد اغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية وهو المبدأ الذي يكفله الدستور الجزائري بطريقة واضحة لا غموض فيها كما اشار احمد عطاف الى الحوار الذي اطلقته بلادنا مع الولايات المتحدة الامريكية بهذا الشأن والى اعرابها في اكثر من مناسبة عن استعدادها لاستقبال السفير الامريكية المتجولة للحرية الدينية الدولية بغية تسليط الضوء على الحقائق وعلى التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد وفقا لالتزاماتها الدولية ذات السلام اعتمد مجلس الامن الدولي اول امس بلاغا صحفيا حول اغلاق بعثة الامم المتحدة المتكاملة المتعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار في مالي من اسمع جدد فيه اعضاء المجلس التأكيد على مركزية اتفاق الجزائر في تسوية الازمة المالية هذا ودعم مجلس الامن سيادة مالي ووحدتها وسلامة اراضيها واستقلالها وجدد الاهمية المحورية لاتفاق السلام والمصالح في مالي لعام 2015 الموقع بالجزائر وحث جميع الاطراف على استئناف الحوار والالتزام باتفاق الجزائر لضمان السلام والاستقرار في مالي في تطورات الوضع المأساوي بغزة وصل جيش الاحتلال ارتكاب جرائمه موقعا ما لا يقل عن 122 شهيدا ونحو 300 مصاب خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية من بينهم 17 شهيدا معظمهم اطفال ارتقوا في قصف منزل بخان يونس بعد ساعات فقط من استشهاد عشرين اخرين بحي المنارة وفي رفح ارتقى اربعة شهداء في قصف بناية تؤوي نازحين فيما استشهد عشرة اخرون في استهداف تجمع للمواطنين قرب مفترق السرايا غرب مدينة غزة المقاومة الفلسطينية من جانبها كبدت العدو خسائر فادحة حيث اعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابط سام في جيشه فيما اعلنت المقاومة الفلسطينية اجهازها على ثمانية جنود في كمين محكم ببني سهيل شرق خان يونس كما قنصت عناصرها جنديا داخل بناية بنفس المنطقة يحدث ذلك في ذل تصعيد خطير بالذفة الغربية استشهد خلاله ستة شبان فلسطينيين جنوب مدينة جنين المواجهات خلفت ايضا مقتل مجندة صهيونية واصابة ثلاثة اخرين في تفجير عبوة ناسفة طالت عربتهم في اخبار الرياضة يواصل المنتخب الوطني تحضيراته بالعاصمة التوغولية لومي استعدادا لنهائية كاسي افريقيا للامم بكوديفوار عناصر النخبة الوطنية اجروا امس حصة استرخائية بعد ودية التوغو على ان يشرع في الامور الجدية من جديد اليوم تحسبا للودية الثانية امام بورندي التي ستلعب يوم ثلاثاء المقبل بدون جمهور بملعب كيغي وستكون وقفة حقيقية للناخب الوطني ولجاهزية تشكيلته ليسطر فيها اخر معالمها قبل انطلاق الموعد القري في اخبار البطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم التي ازدل السطار على جولتها الثانية عشرة وصل فريق ملودية الجزائر تصدره للترتيب العام رغم تعادله امام شبيبة القبائل بهدف لمثله فيما عاد اتحاد خنشلا بالزادي كاملا من بشار بعد الفوز على شبيبة الصورة بهدف لسفر ختام والموجة زالي اخباري شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة